لم تنتهي الحرب لكن هؤلاء الطلاب لم يفقدوا الأمل بالمستقبل في مستهل العام الدراسي الجديد من بين أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة يواجهوا أكثر من مليون ونصف منهم مشكلة في تلقي دروسهم بالمدارس التي اعتادوا الذهاب إليها كل عام واحدة من عشرة مدارس لم تعد مؤهلة لتقديم خدمة التعليم وواحد من خمس الطلاب يواجهوا مشكلة في الحصول على التعليم فيما يواجه المعلمون استهدافا ممنهجا من جانب الميليشيا الإنقلابية فالمئات من هؤلاء المعلمين فقدوا رواتبهم ولم يتمكنوا من ممارسة مهامهم كالمعتاد ويقول تقرير أصدره مركز الإعلام التربوي وهو منظمة طوعية إن الاستقطاعات التي استهدفت هؤلاء المعلمين بلغت أكثر من 2 مليار ونصف لمليار على مدى العامين الماضيين ناهيك عن أوجه المعاناة الأخرى من بينها الصعوبة في وصول الطلاب إلى الكتاب المدرسي في تعز الأكثر تضررا من حرب الميليشيا على اليمنيين تصد ناشطون ومنظمات مجتمع مدني طوعية لمهمة تأميم بدائل للعشرات من المدارس المدمرة وسمحت هذه البدائل باستقطاب الآلاف من الطلاب على الرغم من بقاء مخاطر الحرب قائمة حتى الآن ملامح الانقسام بدت واضحة في جدول العام الدراسي الجديد فالمتمردون في صنعاء اعتمدوا جدولا خاصا بهم وتقويما خاصا أيضا على نحو يكرس الانقسام ويهدد بأثار سيئة على هذا القطاع الحيوي ويضع أكثر من ستة ملايين طالب رهنا لإرادة الطغمة الانقلابية في صنعاء اشتركوا في القناة